السلام عليكم ده درس جديد من دروس الماتريال المرات اللي فاتت كنا بنتكلم عن خواص الخرصانة التاسجا اتكلمنا عن الوركابلتي والسجريجيشن وعن البليدينج المرات اللي هنتكلم ان شاء الله عن اول خاصية من خواص الهاردنت كونكريت او الخرصانة متصلدة اللي هي مقاومة الضغط الخرصانة او الكمبريسيف سترانس طيب مقاومة الضغط الخرصانة تعتبر من اهم الخواص ده هندرسها لان غالبا احنا لما بنيجي نصمر من مشهات خرصانية بتبقى الاجهدات اللي بتتحملها خرصان اغلبها اجهدات الضغط فاحنا محتاجين نعرف قدر التحملها او بمعنى اخر مقاومتها للضغط قد ايه وحتى لو عليها اجهدات شدة او انحناء او قص كل ده بيتحس بمعلومية مقاومة الضغط فعشان كده دراستها مهمة جدا بالطبع ما فيش علاقة رياضية سابتة بين مثلا مقاومة الشد ومقاومة الضغط ولكن بيتم استنتاج مقاومة الشد من مقاومة الضغط بوسط الطرق تقريبية يعني مثلا اغلب الكتب بتقول ان مقاومة الشد بتبقى تقريبا حوالي 10% من مقاومة الضغط وهكذا بقية الخواص التانية زي مقاومة الانحناء والقص والاندواء كل دول بيتم حسابهم عن طريق مقاومة الضغط الكلام ده ممكن يكون بسبب ان باقي الخواص ما لهاش اختبارات دقيقة نقدر نعملها على خرصانة او ليها طبعا بس اختبارات دي صعب بتوفيرها دايما وبنستعيد عنها دايما باختبار مقاومة الضغط بالنسبة لتعريف مقاومة الضغط للخرصانة فاحنا ممكن نقول انها اقصى حمل ممكن تتحمل وحدة المسيحات من الخرصانة او ممكن نقول اقصى اجهاد ضغط بيتسبب في كسر عينة خرصانية او مكعب خرصاني بعد 28 يوم من الصب ونخلي بالنا ان اجهاد كسر العينة الخرصانية او خلينا نقول مكعب الخرصانة بيختلف في اعمار مختلفة يعني اجهاد كسر المكعب في اليوم السابع من صبه يختلف عن الاجهاد في اليوم التلاتين مثلا عشان كده كان لازم نحط حاجة ستاندرد نمشي عليها وتكون بتعبر عن المقاومة الفعلية اللي هتثبت مع الوقت بدون زيادة او تقليل والعمر اللي العلماء اتفقوا عليه ان المقاومة فيه بتبقى اقرب قيمة للمقاومة الفعلية الدائمة للخرصانة هو عند عمر 28 يوم يعني لما تسمع واحد بيقول مقاومة الخرصانة دي 250 كيلو جرام للسنتيمتر المربع معناها الاجهاد اللي احتاجناه لكسر المكعبات او عينات الخرصانة المختبرة في اليوم ال28 بعد الصب هو 250 كيلو جرام للسنتيمتر المربع طب هل لو انا اضطرت اني اعمل اختبار المقاومة الضغط في اليوم السابع بعد الصب وجبت بالفعل مقاومة الضغط في اليوم السابع هل المقاومة دي بتدل على المقاومة الفعلية اللي هتفضل على طول مع الخرصانة؟ للحقيقة لا ولكن من خلال مقاومة الخلصانة في يوم السابع أقدر أدخلها في علاقات رياضية وكيرفات بحيث أني أعرف أو أتنبأ بالمقاومة في يوم الثمانية وعشرين هتبقى دقيق وغالباً المقاومة عند سبع أيام بالنسبة للخلصانة العادية اللي من غير إضافات مؤثرة على معدل نمو المقاومة بتبقى تقريباً عند سبع أيام 75% من المقاومة الفعلية اللي بتكتسبها الخلصانة بنسبة 100% تقريباً عند ثمانية وعشرين يوم والكلام ده بيبين معانا في المنحنة اللي قدامنا اللي بيمثله على المحور الأفقي عمر الخلصانة وعلى المحور الرأسي نسبة من المقاومة الكلية وهنلاقي تقريباً معظم الخلصانات عن سبع يوم وصلت تقريباً إلى 75% من مقاومتها وعلى ثمانية وعشرين يوم لمية في المية من مقاومتها وبعد كده بتزيد مع الزمن لو بصينا برضو لكتاب الدكتور محمود إمام هنلاقي بيقول لنا برضو أن في اليوم السابع الخلصانة العادية بتوصل لحوالي ثلاثين مقاومتها طيب عايزين نعرف دلوقتي إيه الفاكتورز اللي بتأثر على مقاومة الخلصانة هنقول لهم إجمالاً دلوقتي وبعد كده هنشوفهم واحدة واحدة أول حاجة تأثير نسبة المية إلى الأسمنت تأثير نوع الأسمنت وكميته تأثير الركام وتدرجه ومقاصه الاعتباري وملمس سطحه وشكله ويعني دول يعتبروا مراجع على أننا نتكلمنا على تأثير أنواع المختلفة للركام على المقاومة في دروس الركام بعد كده تأثير الإضافات تأثير معالجة الخلصانة في الأعمار المختلفة تأثير نوع الاختبار وشكل وأبعاد العينة وطريقة التحميل طيب بالنسبة لأول تأثير اللي هو تأثير نسبة المية إلى الأسمنت على المقاومة كنا قبل كده في درس الوركابلتي تكلمنا على العلاقة بين نسبة المية إلى الأسمنت وبين الوركابلتي وبين المقاومة وكنا قلنا ان نسبة المياه للأسمنت لما بتزيد بتدينا قبلية للتشغيل عالية ومقاومة قليلة ولما بتقل بتدينا قبلية للتشغيل قليلة ومقاومة عالية وكمان كنا قلنا قبل كده اننا ممكن نحسن الاثنين مع بعض قبلية للتشغيل والمقاومة عن طريق اننا نقلل نسبة المياه للأسمنت في المقاومة ترتفع ونضيف اضافات تحسيني وكابلتي فالقابلية للتشغيل ترتفع احنا دلوقتي عايزين نراجع بس على جزء معين اللي هو العلاقة بين محتوى الميا والأسمنت وبين المقاومة أو بمعنى آخر إيه اللي بيخلي المقاومة قل لما تزيد الميا ويقل الأسمنت عشان نفهم الجزئية دي لازم نرجع للي قلناها في دارة الأسمنت اللي قلناها إن الأسمنت بيحتاج إلى 25% من وزنه لإتمام التفاعل مع الميا بشكل تاني أما لو زادت نسبة الميا للأسمنت عن كده فالميا الزايدة دي بتشتغل في إنها إما تشحم باقي المكونات وتحسن في القابلية التشغيل أو يتم امتصاصها من قبل حوابات الرجام أو إنها تتبخر والمشكلة الكبيرة إن لما جزء كبير من الميا بيتبخر بيسيب مكانه الفراغات دي ياتي بتعمل على إضعاف الخرصانة وتقليل المقاومة ففي علاقة عكسية بين الفراغات وبين المقاومة أيما كانت دي الفراغات دي نتجى عن فقعات هوائية دخلت أثناء الخلط أو نتجى عن ميا متبخرة ففي كلا حالتين المقاومة هتقل بسببها طيب عايزين نتعمق أكتر ونفهم إزاي الفراغات دي بتأدي إلى تقليل المقاومة في الأول عايزين نفهم إن اللي بيحدد مقاومة الخرصانة هو الفيلير أو إنهيار العينات وإنهيار العينات دايماً بيحصل عن طريق شرخ صغير بيجبر لحد ما يعمل إنهيار في العينة أو مجموعة شروخ بتتجمع وتكون شرخ كبير وهكذا لكن نلاحظ إن الشروخ اللي بتعمل الفيلير دايماً بتمر حوالين حبيبات الركام وغالباً الشرخ أو المنطقة الضعيفة بيكون بين حبة الركام وبين الأسمنت المتفاعلة اللي حواليها يعني بيكون في الحد الفاصل ما بينهم أو ما يسمى بالترانزيشن زون ودي لو تفتكلوا وتكلمنا عليها في الدرس الثالث من دروس الأسمنت المهم يعني إن المياه لما بتكون زيادة عن حد الطبيعي بتاعها بتبتدي تتجمع في الحد الفاصل بين حبيبات الركام وبين الأسمنت المتفاعل ولو الأسمنت كان خد احتياجاته من المياه المطلوبة للتفاعل وحبيبات الركان ممتصدهاش هتفضل زي ما هي وهتتبخر وهتزيب فجوات حوالين حبة الركان والشرخ بيحب يمشي في المنطقة الضعيفة اللي فيها فجوات وبالتالي بتبتدي تظهر الشروخ أكتر وتنهار الخلاصانة أسرع وبالتالي تقل المقاومة الكلية بتاعتها أسرع وبكده يبقى أثبتنا إن زيادة المية وقلة الأسمنت بيساعدوا في تقليل المقاومة طيب لو حصل العكس المية قلت والأسمنت زاد الأسمنت هياخد كل احتياجاته من المية للتفاعل ومش هتتبقى مية عشان تساعد في تشحيم الخلطة فبالتالي قبلية التشغيل هتقل ولكن نوصل الجانب الإيجابي المية اللي هتتبخر قليلة بالتالي الفراغات قليلة بالتالي الشروخ هتلاقي صعوبة وهتلاقي مقاومة كبيرة بالتالي المقاومة الكلية للخلاصانة هتلحسن جدا بالنسبة لتأثير الأسمنت فهو بيأثر بتلات نواحي مختلفة كميته وتركيبه أو نوعه ومدى نعمته بالنسبة للكمية فهنا عرفنا خلاص أنه بزيادة كمية الأسمنت بتزيد المقاومة أما بالنسبة للنعمة فطبعا كل ما كانت الحوابات أصغر حجما كل ما كانت مساحتها السطحية المعرضة للتفاعل زادت كل ما المقاومة زادت وده منحنى بيبين لنا تأثير زيادة نوعات الأسمنت على المقاومة أما بالنسبة للتركيب الكيميائي فهنا وضحنا في دروس الأسمنت أن الاختلاف في تركيب الكيميائي معناه اختلاف في نوع الأسمنت فلو درسنا تأثير نوع الأسمنت زي مثلا الأسمنت السريع الشك هنلاقيه بيختلف في معدى لاجتساب المقاومة وهنلاقيه بيكتسب المقاومة في أعمار قليلة أسرع من الأسمنت البرتلاندي العادي والملحنى اللي قدامنا بيوضح لنا اختلاف معدى لاجتساب مقاومة مبكرة طبعا لاختلاف نوع الأسمنت لو حد مش فاكر أنواع الأسمنت طبقا لـ ASTM يرجع للدرس الرابع من دروس الأسمنت بالنسبة لتأثير المياس الاعتباري الأكبر للركام وبالنسبة للتطلج فزيادة المياس الاعتباري الأكبر بشكل كبير بتأدي لهبوط المقاومة وبرضه إلته بتأدي لهبوط المقاومة ففي قيمة متوسطة عندها المقاومة بتبقى أعلى حاجة والقيمة دي بنعبر عنها بالمساحة السطحية للجرام الواحد من الركام وهي 25 سنتيمتر مربع للجرام الواحد وكاننا شرحنا الموضوع ده في دروس اللوكام وشرحنا برضو تأثير ملمس السطح وشكل اللوكام على المقاومة وقالنا أن اللوكام الخشن الزاوي بيدي مقاومة أفضل من اللوكام الناعم الكراوي بالنسبة لإضافات أو الـ Admixtures وتأثيرها على مقاومة خاصانة ففي إضافات بتعمل على تحسين المقاومة زي و بعض الأنواع التانية وبرضو في إضافات لها أهداف تانية غير تحسين المقاومة ولكن بتأثر على المقاومة بالسلب زي مثلا إضافات الهواء المحبوس وإن شاء الله في شابتر الإضافات هنتناول أغلب الأنواع وندرس أسئلاتها المختلفة على خواص الخرصانة آخر عامل من العامل اللي بتأثر على المقاومة اللي هنتكلم عليها النهاردة هو معالجة الخرصانة طول ما فيه جزيئات أسمنت لسه ما تفعلتش وفيه رطوبة كافية في الخرصانة للتفاعل طول ما التفاعل شغال وطول ما المقاومة بتزداد اللي ممكن يوقف التفاعل إن الماء ممكن تتبخر والرطوبة تقل فيفضل بعد صب الخرصانة الحفاظ على الرطوبة بتاعتها عشان التفاعل يكمل حتى لو هيتم رشها بالماء على فترات متقاربة وده اللي بيطلق عليه معالجة الخرصانة المنحنة اللي قدرنا بيورينا أهمية المعالجة في اكتساب المقاومة المنحنة بيبين مقاومة خلطة خرصانية ثابتة في أربع حالات حالة أول حالة إنه ما حصل لهاش معالجة خالص وحالة إنه حصل لها معالجة لمدة سبع أيام وحالة 28 يوم وحالة المعالجة مستمرة على طول نخلي بالنا إن المعالجة مش عامل ممكن يزود المقاومة بمثال صغيرة زي نوع الأسمنت وخواص الجوكان لا ده في حالة المعالجة لمدة 28 يوم المقاومة زادت بنسبة تقريبا حوالي 30% يعني المقاومة بدل ما كانت 30 ميجا بسكال بيه 40 وده حاجة تدل على الأهمية القصوى اللي لازم نديها الموضوع معالجة خرصانة بعد الصب كده ما فضل لناش غير تأثير واحد بس وهو تأثير شكله وابعاد عينة الاختبار وطريقة التحميل وده نخليه الدرس الجاي إن شاء الله التسكي بتاع النهار ده سهل وبسيط جدا وهو إنك تسرج على اليوتيوب عن فيديوهات لاختبار مقاومة الضغط أو الكمبريسيف سترانس تست أشوفكم درس الجاي إن شاء الله وشكرا